عفة البطن عفة البطن ألا يأكل الإنسان إلا من الحلال أن يخاف الإنسان أن يقترب من المال الحرام ألا يجني المال من الحرام ويجعله في بطن أولاده ويجعل هذا المال من مأكول زوجته وأسرته يخاف الإنسان يخاف من أنه يشد الرشوة ويوكلها الأولاده يخاف على نفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نبت من مال حرام فالنار أولى به يخاف أنه يخد المال المصروق ويأكله ويستثمره يخاف من الغش والتطفيف في الميزان يخاف أنه يكل هذا المال الحرام لأن هذا المال الحرام هو من موانع استجابة الدعاء ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس